تابعينا الكرام فيديو جديد على قناة ابداع مصري اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده هنتكلم على كيفية الغاء الاعلانات المزعجة اثناء تصفح التطبيقات او تصفح بعض المواقع الموضوع ده بقى ممل جامد جدا يعني اثناء تصفحك لبعض المواقع بتلاقيه بيعرض عليك مثلا بعض الاعلانات او تصفح التطبيقات برضو تلاقيه بيفتح معاك بعض الاعلانات المزعجة واحيانا الاعلانات بتبقى مش كويسة فبالتالي احنا عاوزين في الفيديو ده باذن الله هنتعرف على زي كيفية الغاء الاعلانات المزعجة دي اثناء تصفح التطبيقات او تصفح المواقع فبالتالي عشان ما طولش عليك واحنا في الفيديو ده هنشرح طريقتين ياريت تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف انهي طريقة هتشتغل معاك بشكل افضل وتثبت عليها وتتعامل معاك وتشتغل عليها دايما وندخل على طول في الشرح عشان ما طولش عليكم ما تنساش اللايك والاشتراك وتدعمني بتعليق حلو ولو عندك اي مشاكل اكتبها لنا في التعليقات اول حاجة هندخل عليها اول طريقة معايا النهاردة هتبقى عن طريق برنامج عن طريق تطبيق صغير هنزيله من متجر بلاي اما الطريقة التانية اللي هنستخدمها النهاردة هي مش هكون فيها اي برامج بدون برامج نهائيا فبالتالي تابع معايا الطريقتين عشان الطريقة اللي بتشتغل معاك اثبت عليها سواء الطريقة اللي هنستخدم فيها تطبيق او الطريقة اللي هتكون بدون برامج وبدون تطبيقات هنروح على متجر بلاي وهكتب كلمة مانع الاعلانات في قائمة البحس فوق هنا وهتظهر معايا بعض البرامج هختار التطبيق اللي عليه العلامة ده او الملسق ده نعرف الشكل كويس والرمز كويس عشان نعرف ننزل التطبيق كويس يكون التطبيق الاصلي وكده كده انا هسيب لكم اللينك بتاع التطبيق ده في اول تعليق عشان تقدر تنزله مباشرة وهتثبته بالطريقة العادية زي وزي اي برنامج وهينزل معاك بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض ده بالشكل ده تعالوا نفتحه ونشوف بيشتغل ازاي افتح التطبيق معايا بالوجهة دي وجهة بسيطة وخفيفة وبيدعم اللغة العربية كل ما علي ان انا قبل ما اخش على اي تطبيق او اي متصفح في اعلانات وعاوز اوقفها ان انا اضغط على افتح التطبيق واضغط على العلامة دي علامة دي وهيشتغل معايا بالشكل ده وهضغط على كلمة واصل وكده تقدر تروح تفتح اي موقع ان شاء الله مش هتلاقي عليه اي اعلانات دي كانت الطريقة الاولى وطبعا بعد ما تخلص اه تصفح في الموقع او التطبيق ترجع وتلغي اه تتوقفه من هنا ودي كانت اول طريقة معانا النهار ده الطريقة التانية اقوى من الطريقة دي وكويس لو وصلت معايا للطريقة التانية اضغط لايك وشترك في القناة الطريقة التانية اقوى من الاولى وبدون برامج وهتكون معاك اسهل بكتير من الطريقة الاولى وهي عبارة ان انا اخش على الضبط او الاعدادات على حسب المكتوب عندك في الجهاز بتاعك وهتفتح معايا الوجهة دي هضغط على كلمة الاتصالات او ممكن تلاقيها الشبكات والاتصالات على حسب نوع تليفونك برضو بس في الغالب هتلاقي عليها علامة الواي فاي دي هضغط عليها وبعد كده هضغط على كلمة المزيد من الضبط الاتصال هتفتح معايا الوجهة دي والخيارات دي هختار منهم الخيار المكتوب عليه الخاص الدي ان اس بالشكل ده وبعد كده هضغط على هنا محدد لكلمة ايقاف التشغيل وتلقائي واسم المضيف هتبقى هتلاقي عندك محددة تلقائي على كلمة ايقاف التشغيل او ممكن تلاقيها على تلقائي احنا لازم نخليها على التالتة دي الخيار التالت اللي هو اسم مضيف مزود الخاص هتدي له الخيار كده وهكتب الجملة اللي هسيبها لكم في الوصف وهتلاقيها على الشاشة دلوقتي زي ما احنا شايفينها وهتلاقيها برضو ممكن في اول تعليق الجملة دي اللي هي الكلمة المكتوبة باللغة الانجليزية دي الى اخر الجملة وزي ما قلت لحضراتكم هتلاقيها في الوصف وهتلاقيها على الشاشة واضحة قدامنا هي. وهتلاقيها برضو في اول تعليق واللي مش عارفي وصل لها يكتب تعليق وانا هرد علي بيها واكتبها له. وبعد كده هضغط على كلمة حفظ. وبعد كده مبروك عليك اه الطريقة نجحت معاك. وتقدر تصفح المواقع والتطبيقات بدون اي اعلانات مزعجة ولا اعلانات اه مش كويسة. ويكون الفيديو بتاع النهاردة انتهى ما تنساش تضغط لايش تشترك في القناة وتتابعنا وتكتب لنا تعليق حلو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.